فيما يعاني العراق من تزايد المد السحراوي تشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى ظاهرة تهدد مستقبل الزراعة في البلد تتعرض بساتنا النخيل لعملية تجريف متعمدة بهدف تحويلها إلى مجمعات سكنية أو مشاريع أخرى لا تراعي أدنى المتطلبات البيئية عمتنا النخلة التي لطالما تغنى بها الشعراء وكتب عنها الروائيون كما حملت صورتها العملة العراقية باعتبارها رمزا عراقي أصيل تحولت هي الأخرى إلى ضحية بفعل الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالبلاد وسوء تخطيط واهتمام الحكومات التي تعاقبت عليها لدرجة أن يتحول العراق البلد الأول في قائمة الدول المصدرة للتمور إلى مستورد لها والمؤسف إن مسلسل اغتيال النخيل ما زال مستمر اذ تعرضت مساحة واسعة من الأراضي الزراعية في العراق خلال الفترة الأخيرة إلى عمليات تجريف متعمدة بغرض تحويلها إلى أرض سكنية والتربح من بيعها بأسعار مرتفعة ومن أبرز البساتين التي تم تجريفها هي الدورة والجادرية جنوب بغداد والتاجي والطارمية والرضوانية بالإضافة إلى بساتين ضخمة في البصرة وديالة وبابل وصلاح الدين ومحافظات أخرى مثل نينوى وكركوك فلا تتفاجأ من النظر لجانبي طريق السريع لمنطقة الدورة في بغداد لأنك ستجد بانوراما مجزرة النخيل حيث اقتطاع وتجريف البساتين وتوزيعها إلى قطع أراضي ومشاريع تجارية إذ استحكم سوء التخطيط والبحث عن المصالح الخاصة حتى انقطع صوت الرجاء ليس غير المال الفاسد هو الذي يستحوذ على أراضي هذه المناطق وبعلم السلطات وبالتأكيد لن تجد ملف فساد واحد في هذا الموضوع لأنه شرعنا بقوانين وإجراءات رسمية بل وحتى تبريرات لكن النتيجة انهيار بيئة بغداد وكل مساحة خضراء فيها وفي خضم كل ذلك تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تفعيل القوانين الرسمية التي تحمي النخيل ومحاسبة العابثين من تجريف البساتين وموتها للحفاظ على ما تبقى من نخيل العراق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر